السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم ترمية بيتي مع وصفة روعة جدا 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 للفراخ اللي احنا بنبيها عشان تبيض للفراخ البيضة لو عندك فراخ قطع بيض وعايزها ببيض اعملي نفس الوصفة دي لو عندك فراخ شمرت زيديا كده لسه هتبشر بالبيض اعملي الوصفة دي لو الفراخ عندك عمر شهرين او اكتر اعملي لها الوصفة دي وبتربيها للبيض طب حتى لو معاهم فراخ للتسمين زي ما انا عاملة كده في معاهم فراخ تسمين مش اي مشكلة ابدا الخلطة دي رهيبة جدا جدا ومفيش منها اي اضرار ومغزية وحلوة جدا هتخلي عنقود البيض عند الفراخ يتكون من بدري الاهم حاجة هو تكوين عنقود بيض كويس عند الفراخ من عمر شهرين واحنا اعمالين نشتغل على الفراخ علشان نخليها تبيض معانا ان شاء الله لعمر اربع شهر هل ده معقول اه الفراخ الجميزة بتبيض من عمر اربع شهر واحيانا من ثلاث شهر ونصف انت وشطرتك معاها وانت وطريقة اكلك معاها طبعا احنا دلوقتي بنأكلها طول النهار بنعمل لها الخلطة اللي هي بتاعت التسمين ما بقاش فيه بقى رز غالي فبقيت اعمل ايه بعمل شعرية ودي شيشة اللي عايز الخلطة بالتفصيل وطريقتها خلطة دي ممتازة جدا جدا وبتأسس الفرخ حلوة قوي بتوفر معاك قوي 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 في العلف وفي الاكل كله عايزة الطريقة اكتبيلي في التعليقات وانا اكتبيلي احط لك الرابط ده ده حاجة بنأكلها لهم تاني حاجة عيش العيش حلوة جدا لزيادة الوزن والتسمين وفي خميرة وفي املاح وفي حاجات كتير حلوة بس ما بنحطوش كتير قوي يعني انا بعوض العيش بايه يعني انا بحط عيش فالعيش بيعمل دهون فما ينفعش دهون للفراخ اللي هتبيض طب انا بحل الموضوع ده بايه بالخلطة النشفة اللي احنا بنحطها بالليل اخر نهار للفراخ وبيبقى عليها ردة برضو اللي عايز الخلطة الموفرة بتاعت الفراخ اللي عليها الردة ديان تكتبيلي في التعليقات وانا احط لك الرابط بتاعها بالتفصيل عشان ما ادهاش داني وطاول الفيديو بأكل هواة الخلطة بتاعت التوفير بتاعتنا بتاعت الدشيشة وقلنا بدل الرز بعمل شعرية يعني بشوح الشعرية وبعدين احط الدشيشة تمام كده احلى حاجة بقى او اجمل حاجة عايز تأكلها للفراخ بتاعتك من عمر شهرين رخيصة جدا وبلاش وبتزود انتاج البيض ده بالاضافة كمان للوصفة اللي هنعملها في الاخر الخضار كل انواع الخضار باوراق الخضار اللي ممكن تلاقيها قدامك في السوق ورق بنجر ورق خاص ورق اي ورق كرومب ورق الكرومب ممتاز وورق بنجر رهيب في زيادة انتاج البيض عند الفراخ وببلاش يعني طول النهار كده تقدري تحبش لهم شوية حاجات ببلاش وتقدري تحطي اكل البيض كمان من عمر شهر بنقدر نحط اكل البيض للفراخ البلدي بشرط ما يكونش مبلول ما يكونش عليه اي بلل وبرضو الخضار اللي هجمي من السوق اوراق او اي حاجة لازم يكون نشفع منفعش يكون عليها بلل وإلا هتبقي جبتي للفراخ بتاعتك امراض تانية غير الامراض اللي ممكن تجي لهم اصلا يعني الورق المبلل ده ممكن تأكدري لوقتي الفراخ بعد ساعتين لا قدر اللي تلاقيهم ميتو غلط جدا اي ورق هتقدمي للفراخ تسبيه ولقيت عليه بلل سبيه ينشف في الهواء والشمس شوية بس مش في الشمس عشان ما يسودش سبيه في الهواء الوقت الشمس حميع او في الشتاء كنا هندور على الشمس لكن في الصيف الشمس حميع فاحنا هنسيبه في الهواء وينشف شوية في الحر اللي احنا فيه ده هينشف معاك على طول بعد كده تقدمي للفراخ بتاعتك خضار تقطيع البصل تقطيع التوم الحاجات اللي بتبقى عندك في البيت بواية اكل رز فايد مكارونا فايدة كل الحاجات دي تقدر تقدميها طول النهار للفراخ بتاعتك ده بيوفر معاك جدا 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 وبرضو الخلطات اللي عملناها بالفول وخلطة موفرة جدا 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 يعني بتلاتة جنيه بس هتأكليهم طول الاسبوع بتلاتة جنيه تأكلي فراخ طول الاسبوع بفول اللي عايز برضو الوصفة دي تقولي في التعليقات عايزة وصفة الفول ماشي وانا حطلك الرابط عملنا خلطات كتيرة اول لسه ان شاء الله نعمل خلطات تانية احزن واحزن من اول يوم ومن هم صغيرين من رب الفراخ بفضل الله من غير اي عدوية من غير اي تحسنات من غير اي حاجة من ربيها على قدنا في البيت ان شاء الله هتنتيجي انتك كويس طبعا البيت دلوقتي اسعار البيت بقت غالية نار والناس كلها يعني مش بتعرف تاكل البيت حتى ولا تشتريه ده خيالي بقى كده كل الناس مش عارفة تجيب البيت وانتي بيتك عمران ومليان خير وعندك البيت وبقى قل التكاليف كمان مش هتصرفي عليه اي حاجة يعني لو حاب تعملي مشروع بالافكار بتاعتنا دي ان شاء الله ما كسبك هيزيد الدعف لان انتي هتربي الفراخ باقل التكاليف اولا هتعرفي تختاري نوع الفراخ الصح اللي ما يكلش معاك كتير واللي يديك انتك كبير وعشان يبقى عندك مشروع سليم لازم ما تصرفيش كتير وتكسب كتير يعني تصرفي قليل وتكسب كتير فعشان كده اتنقي النوع الصح احلى نوع واجود نوع ممكن تربيه يا جميزة ما بتاكلش كتير حلوة جدا البياض انما جميزة الهاجين بتاكل بلد يعني لو حطت لها شوال في اليوم ما علف هتاكله ويمكن تاكلك انت كمان تكمل بيك انما جميزة البياض والله اكلها قليل جدا مش مكلفة نهائي نهائي نص كمية الاكل اللي بيأكلها الفراخ التسمين بيأكلوها الفراخ البياض دي ميزة فيهم حلوة بتاكلي اكل بيتي هوت وببلاش بتعميلي خلطة كمان موفرة بيطلعلك في الاخر بداية نظيفة محترمة مفيهاش هرمونات مفيهاش اي حاجات ايه مؤزية نخش بقى على الخلطة بتاعتنا اللي هنعملها ليه هو من النهاردة وهي متكونة من كام حاجة بسيطة خالص موجودين عندنا في البيت اول حاجة خالص معانا حباية طماطم واحدة طبعا الطماطم دلوقتي رخيصة ببلاش تمام تقدار تجيب شرو الطماطم وترميها للفراخ بتاعتك بس ما تقطريش في اليوم يعني مثلا في كل يوم حطلهم كيلو حطلهم نص كيلو حسب العدد اللي عندك الطماطم بتخلي الفراخ تبيض بطريقة جميلة جدا لان فيها املح معدنية وفيتامينات عالية 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 فالطماطم دي اول عنصر معانا تاني حاجة معانا يا حبيبي هي التوم التوم برضي التوم اليومين دول رخيص جدا جدا انا هناخد خمس فصوص توم بس يبقى انا معايا خمس معايا حباية طماطم واحدة وخمس فصوص توم هعمل فيهم ايه دول؟ هقولك دلوقتي اركنيهم على جنب كده وهاتي معلقة حلبة على كبايتين مية وبيتين مية ومعلقة حلبة وحطيهم على النار تغلي كويس قوي وهي متغطية وسيبيها لحدة لما تبرد تمام؟ معلقة حلبة على كبايتين مية وسيبيهم على النار تغلي لما تبرد هناخدها كده زي ما هي لما تبرد خالص الحلبة بالبزور بتاعتها بالمية بتاعتها ونحطها في الخلاط ونحط عليها نقطع عليها حباية الطماطم ونقطع عليهم خمس فصوص التوم دول وندربهم كلهم مع بعض في الخلاط زي ما احنا شايفين كده مع بعض الطماطم والتوم والحلبة المغلية مع الحصة بتاعها كل ده هنضربه ناعم قوي 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 في الخلاط كويس جدا بعد كده من جر ما نضيف اي حاجة تانية هنصف فيهم كويس وهناخد بقى السائل بتاعهم وهنحطه على المية على لتر مية ونسق الفراخ دي تكون معتشاها جامد ولو في اي كشور تلعت معاك او اي حاجة مش يعني مش موجودة في الخشنة يعني من التصفية هنحطها لهم على الاكل الوصفة دي تمنتازة جدا جدا اعمليها للفراخ بتاعتك 3 ايام كل اسبوع 3 ايام و4 كل اسبوع من عمر شهرين الفراخ اللي بتبيض اللي انت بتربيها علشان تبيض بعد كده فويد التوم ممتازة وهيلة يعني فضيع جدا للقضاع البكتيريا والفاتريات والتفايليات وكل حاجات الدرة مضاد حياوي قوي جدا جدا فاتح شهية المية دي او العصير اللي انت هتسئيليهم ده هايل جدا جدا الحلبة ممتازة في تكوين العنقود بتاع البيض من بدري ده اساسي الحلبة مليانة بالفيتامينات والمعادن والحاجات اللي محتاجها الفرخ والهرمونات الاعمة حاجة اللي هي تعتبر بديل للهرمونات الحلبة دي تعتبر بديل للهرمونات علشان الفراخ بتاعتنا تبيض فاحنا لما نعمل الوصفة دي ان 3 مرات كل اسبوع هتشوف النتيجة بنفسك ان شاء الله زيادة صحة نشاط حيوية لمعان في الفرخ حاجة كده في منتهى الجمال اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته